بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فعن عدين بن حاتم رضي الله عنه أنه لما سمع بالإسلام فر وكان قد تنصر في الجاهلية وأسرت أخته فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق صراحها فأتته فعزمت عليه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأتيته وفي عنقي صليب قال من فضة أو من ذهب قال فسمعته يقرأ قوله تعالى اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يقول قلت يا رسول الله ما عبدناهم قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال قلت نعم قال فتلك عبادتكم إياهم ثم قال يا عدي بن حاتم ما يفرك أي يفرك أن يقال الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله يا عدي بن حاتم ما يفرك أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله أتعلم من إله مع الله يقول فأسلمت فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك هذه هي قصة إسلام الصحابي الكريم عدين بن حاتم رضي الله عنه وهو عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم كان أكثر العرب كرما وكان عدي رضي الله عنه يحاول في الجاهلية أن يثبت مجد أبيه وأن يثبت ما ورثه من مجد عن أبيه فرأى أنه بصفته ابن حاتم الطائي ينبغي أن يترفع عما تدين به العرب مما كان لا يخفى على عاقل من أنه دين مخترع دين مصنوع فيه ما يخالف العقل والفطرة من تعظيم هذه الأوثان بل إن الواحد منهم كان يصنع الصنم فيعبده طارة ثم يأكله وكأنه بحث في أمثل ما يجد في تلك الآونة وهذه قصة تكررت مع غير واحد منهم من هداه الله عز وجل إلى هؤلاء البقايا من أهل الكتاب الذين هدي إلى واحد منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه فكان نصرانيا على التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أكرمه الله عز وجل بأن انتظر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به ومنهم من تنصر على مكان شائعا في ذلك الزمان من تلك النصرانية المحرفة المبدلة ولكنها على أي حال كان ينظر العرب الوثنيين إلى يهودية اليهود ونصرانية النصارى على أنها أرقى من الدين الذي هم عليه وقد واقع لبعض لبعض كبار العرب أن حاول أن يرتقي بنفسه شيئا فتهود أو تنصر في الجاهلية وكان منهم عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي تنصر لكي يرتقي بنفسه شيئا يناسب ما ورثه من شمائل الكرم ولأنه شعر أنه إذ ورث صفة تتميز عن بقية الناس فعليه أن يتميز في ذلك الدين وتابعه قومه واتبع إحدى ملل النصارى في ذلك الوقت التي وكان كبيرا فيهم ومع ذلك كان يأخذ ربع تجارة قومه وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين له أنه يعرف ما عليه من الباطل بل ويعرف أنه لا يلتزم فمن جهة قد حرفوا وبدلوا ومن جهة لم يلتزموا بما يحرفوه ويبدلوه فقال له ألست على المركوسية ألست تأكل المرباع من قومك وقد علمت أنه لا يحل لك ذلك في دينك وقد كان هذا مما أثر عليه ومما جعله يتذبر ويتأمل فيما سامع من حجج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وقع ولما هزم قومه فر هو حتى لا يقع في الأسر ووقعت أخته في الأسر فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم الطائي المشهورة بالكرم وقد أحسن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها من المال والنفقة والراحلة التي تحملها إلى أن تصل إلى حيث فر أخوها وهذا مما يتداخل في أفهام كثير من الناس ففرق بين الإحسان العام إلى الكافر لا سيما الذي يرجى إسلامه أو الذي يرجى دفع شره أو ضرره عن المسلمين وبين أن يداهن في دين الله وبين أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا وأن يقال أنها كلها أديان من عند الله مع أن دين الإسلام إنما جاء ليبين لأهل الكتاب ما حرفوه وما بدلوه وما كذبوه على الله تبارك وتعالى ويتجلى هذا في موقفه صلى الله عليه وسلم في دعوة عدي رضي الله عنه نفسه وإنما أحسن إلى تلك المرأة الضعيفة لأنها كبيرة في قومها أو ابنة كبير قومها فلا مصلحة من استرقاقها فإنها لو استرقت لعاندت أكثر ولم تنعت عن الإسلام أكثر فالمصلحة إنما تقتضي أن ترسل إلى قومها لكي تخبرهم عما رأت من كرم المسلمين ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان فجاء عدين بن حاتم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه خجل من نفسه أنه فر أولا ثم خجل من نفسه أنه ترك أخته ثانية ثم خجل من نفسه أن ترسل إليه أخته بهذه النفق وهذه الهدايا فلا يأتي وشاكرا ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأتى ولكنه أراد أن يعلن أنه لم يأتي متنازلا عن دينه ولا راجعا عنه فوضع شعار دينه على صدره لكي يعلم أنه جاء وهو مصر على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ربه عز وجل هذا الدين الكامل الشامل في العقيدة والشريعة والمعاملة وبين لهم ما اختلف فيه وبين له ما اختلف فيه أهل الكتاب من قبل فهو على علم تام بالحق الذي أوحاه ربه إليه وعلى علم بهذا الباطل وما هي مواطن العور فيه وعلى علم بطباع الناس وما وما هي مداخلهم وعدين بن حاتم رجل ورث شيما تأبى عليه أن يكذب أمام الناس وتأبى عليه أن يعاند أمام الناس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلخص له القضية في كلمات ثم يسأله أسئلة تقريرية لا يملك معها إلا أن يذعن وإلا أن يعترف فلما دخل عليه قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما أوحاه إليه ربه عز وجل مما أحدثه أهل الكتاب من قبل فأشركوا بسببه بالله تبارك وتعالى فقرأ عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وارهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وهذه الآية تخص النصارى أكثر مما تخص اليهود لأنها فيها ذكر ابن مريم وإنما اليهود قبحهم الله يرونه ابن زنى ولا يغالون فيه وأما الذي غلى فيه فهم النصارى وأما دين الله تبارك وتعالى فأتى فيه بالكلمة الحق والكلمة العدل فذكر فضله وشرفه وفضل أمه وأم أمه وفضل جده وأثنى عليه ثناء من عجب أنك لا تجد مثله في كتب النصارى التي بين أيديهم فهم وإن كانوا يغلون فيه إلا أن كتبهم التي كتبت كتبت في مرحلة كانوا يجاملون فيها اليهود فكانوا لا يريدون أن يفتفيرونهم ولذا فمن عجب أنك تجد أن كتبهم إلى يومنا هذا قد خلت من أعجب معجزات عيسى عليه السلام وهي كلامه في المهد وهذا لسبب هم أنهم لم يريدوا في تلك المرحلة الأولى التي أسسوا فيها دينهم أن يواجهوا اليهود فضحوا بمريم عليه السلام فلم يدافعوا عنها أمام اليهود وتركوا اليهود يخوضون في عرضها وما من دليل على براءتها وصدقها إلا معجزة كلام عيسى عليه السلام في المهدي وأما فيما سوى ذلك فوجود امرأة تلد بغير ما زوج فهي في عرف جميع الشرائع والعقلاء فهذه لابد أن تكون زانية والعياذ بالله فنزع هؤلاء القوم من كتبهم الدليل الوحيد على براءة مريم عليه السلام وعلى أنها إنما كان هذا معجزة لها من عند الله تبارك وتعالى لأنهم لم يكن لهم آنذاك رغبة في أن يواجهوا اليهود وإلى يومنا هذا لا توجد لديهم تلك الرغبة وما زال اليهود وفي أوجي ما كانوا يقومون من إبادة للمسلمين في غزة بأسلحة النصارى وبدعم النصارى وبأموالهم في الغرب وبعد أن انتهت الحرب إذ بالله بإحدى قنوات التلفزيون الإسرائيلي تعرض برنامجا يعرض فيه بمريم عليه السلام ويذكر أنها إنما حملت سفاحا من جندي روماني ولم يتحرك من القوم أحد ولم يغضب من القوم أحد ولا يغضب في هذه المناسبات إلا المسلمون الذين يعظمون كل أنبياء الله تبارك وتعالى دون أن يغلوا فيهم ودون أن يرفعوهم فوق مرتبة البشر ولكن الذين غلوا ورفعوهم فوق مرتبة البشر يجبنون أن يواجهوا اليهود حتى في كتبهم يوم أن كتبوها نزعوا منها ما يغضب اليهود وعلى رأسه دليل براءة مريم عليه السلام ودليل شرفها الحاصل أن هذه الآفة التي أشارت إليها الآيات تتناول اليهود والنصارى وإن كانت تتناول النصارى أكثر فأما الشقة الأول منها فهو يتناولهما جميعا لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذه تكاد تكون الآفة الرئيسية عند هؤلاء القوم فإن كانت الآفة الرئيسية عند مشرك العرب الذين ورثوا دين قوم نوح الذين أهلكهم الله عز جل بالطفان حين غلوا في الصالحين فعبدوهم فقد كان غلو اليهود في أحبارهم نوع آخر من أنواع الغلو وهو ليس عبادة بأن يسجدوا لهم أو أن يتقربوا إليهم بأنواع من الذبائح أو نحو ذلك إنما هو نوع آخر من أنواع الغلو هو صنو الغلو الأول وبهذين النوعين من الغلو في البشر هلكت البشرية على مدار تاريخها في أن يغلف الصالحين فيتخذوهم وصائت بينهم وبين الله تبارك وتعالى فيعبدونهم من دون الله ويظنون أنهم إذا سألوا هؤلاء الصالحين قضاء الحاجات وتفريج الكربات فإن هذه طريق أقصر من أن يسأل الله عز وجل ابتداء فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وبين لهم أن الطريق الذي سلكه هؤلاء الصالحون طريق مفتوح لكل أحد فهل سلكوه هم أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فبين الله عز وجل لهؤلاء الذين غلوا في الصالحين بأن عبدوهم وسألوهم قضاء الحاجات قالوا إذا كان هؤلاء صاروا صالحين بعبادة الله وبسؤالهم الله عز وجل وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى فما الذي يمنع سائر البشر أن يسألوا ربهم وهو لا يغلق بابه دون أحد وأن يتقربوا إلى ربهم تبارك وتعالى وأما أن يتخذوا غيره واسطة فهذه طريق ليس فقط طريقا طويلة ولكنها طريق تؤدي إلى عكس المقصود تماما فإذ كان الطريق عبادة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى رضى الله والجنة فإن طريقة اتخاذ هؤلاء الوسائب تؤدي إلى سخته والنار والعياذ بالله هلكت البشرية يوم أن غلت في الصالحين فعبدتهم من دون الله ثم هلكت مرة ثانية يوم غلت في الأحبار والرهبان فأذنت لهم بتحريف ما أنزل الله وتبديل ما أنزل الله تبارك وتعالى وذلك أن أحبار اليهود قد تأثروا بكتابة كتاب الله تبارك وتعالى فلم ينشروه بين الناس وإنما جعلوه لا يتداول إلا بينهم فصار من حقهم حينئذ أن يفسروا هذا أولا ثم صار بعد ذلك إذا بدلوا وإذا اجتمعوا فيما بينهم فزادوا ونقصوا فلا يستطيع أحد أن يكلمهم في ذلك ولذا لما كان الله عز وجل قد قدر أن تكون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاطمة المهيمنة فقد جعل كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وقد ويسره للذكر وأنزله في أمة كانت ذاكراتها الشعر فكانت قوية الذاكرة شديدة الحفظ ويسر القرآن للحفظ ثم شرع لهم الكتابة فنقل هذا الكتاب تنقله منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ينقله الكافة عن الكافة وذلك لأن هذه الرسالة الخاطمة التي لا يمكن أبدا أن يدخلها ذلك التحريف وإن كان الله عز وجل قد ابتلى الأمم السابقة في أن تختبر بحمل كتاب الله تبارك وتعالى بالطريقة التي يجتهدون فيها فجعلوا حمل الكتاب لطائفة منهم فضلت هذه الطائفة فأضلت معها الأمم ككل كان أول ما حصل ذلك حينما كانت الشعوب الأخرى فلما هزم اليهود عدة مرات واستولت عليهم الشعوب الأخرى من الألبابليين إلى الفرس إلى الرومان وكان الأحبار يجتمعون يحاولون أن يخففوا من هذا الضغط عليهم وعلى قومهم فقادتهم شياطينهم إلى أن يحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى وإلى أن يتقربوا إلى هذه الأمم الوثنية بدلا من أن يحملوا لها مشاعر النور وبدلا من أن يوضحوا لها توحيد الله تبارك وتعالى بثوا في كتبهم آثارا وثنية وإلا فهل يعقل أبدا عن موسى عليه السلام أو عن غيره من الأنبياء أن يخبرهم أن الله تبارك وتعالى بعدما أهلك الأرض بالطفان ندم على فعلته وبكى حتى رمضت عينه وعادته الملائكة هل يتصور لنبي من الأنبياء أن يخبرهم أن الله تبارك وتعالى نزل من عليائه يتمشى في الأرض فصدف يعقوبا عليه السلام فصارعه فصرع يعقوب الرب والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فقال له لا أدعك حتى تباركني فباركه بلقب إسرائيل الذي يفسرونه بأنه صارع الرب وتفسيره الصحيح أنه صريع الرب أي عبد الله أي ذليل لله تبارك وتعالى هذه إنما هي اقتباسات من الديانات الوثنية القديمة التي كانت ترى الآلهة ما هي إلا بشر متطورون وأنه كان عندهم في أساطير اليوماء اليوناني والروماني وغيرهم هناك بشر انقلبوا إلى آلهة وهناك آلهة سخطوا إلى بشر وكانت القضية عندهم لا تكادوا تعرف من الإله ومن الخالق ومن المخلوق اقتبست هذه الأمور فدثت فيما نسب إلى أنبياء الله تبارك وتعالى وفيما نسب إلى الله عز وجل كل هذا أملا منهم في أن تخفف هذه الأمم وطأتها عليهم فما كانوا يزدادون إلا ذلة وما كانوا يزدادون إلا صغارة لأن الذين يحملون دين الله تبارك وتعالى لا تقوم لهم قائمة إلا بأن يحملوا دين الله عز وجل وأما الكفار فتجري عليهم سنن الدنيا فإذا ملكوا أسبابها كانت لهم منها ما كتب الله عز وجل لهم وأما الأمم التي تحمل دين الله تبارك وتعالى والتي تحمل رسالة الله عز وجل فلا تعلوا إلا بدين الله تبارك وتعالى ولذا قال عمر رضي الله عنه مدركا لهذه السنة الكونية والشرعية إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فهكذا كان هؤلاء القوم يوم أن كانوا هم حملة رسالة التوحيد ولكنهم لم يقوموا بها فما ازدادوا إلا ذلة وما ازدادوا إلا صغارة مع أنهم قد ارتدوا بذلك عن دينهم الذي ارتضاه الله عز وجل لهم إلى ذلك الدين المحرف المصنوع فيما نسبوه إلى الله عز وجل من أنواع النقائص والعيوب التي نسبوها إليه تشبها بهؤلاء الوثنيين وحتى يقول للوثنيين لا فرق بيننا وبينكم وإن تعجب فاعجب لهؤلاء القوم الذين حرفوا أصل دينهم والذين وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به إذ تمسكوا ببعض الشرائع حتى يبقى لهم تميزهم وحتى تبقى لهم هويتهم كما يقولون وإلى يومنا هذا قد يتساهل اليهود في كل شيء إلا فيما يميزهم كيهود وربما تنازلوا فيه في بلادهم بينما يتمسكون فيه إذا كانوا في بلاد أخرى فعطلة السبت في البلاد التي تسمى اليوم بلاد إسرائيل مصر جدل ولا يكاد يلتزم بها أحد فيقضون صياراتهم يوم السبت ويخرجون إلى المتنزهات وإلى غيرها وهم وفق عقيدتهم لا يجوز أن يفعلوا في ذلك اليوم شيئا ولو كان عبادة لله تبارك وتعالى بينما إذا كانوا خارج بلادهم بالغوا في تعظيم يوم السبت وإذا كانوا يعملون في أي بلد عند مسلم أو عند نصراني أو عند وثني فمنع واحدا منهم من عطلة السبت بدعوى داعي حاجة العمل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في أن هذا اضطهاد لهم إلى غير ذلك مما هو معلوم عن هؤلاء القوم فما ذال يبحثون عن هوية كاذبة عنصرية ليس فيها تعظيم لدين الله تبارك وتعالى وإلا لعظموا التوحيد أولا وإلا لعظموا العقيدة أولا ولكنهم عظموا أجزاء من الشريعة هذه الأجزاء عظموها لكي تبقى لهم تمييزا عن غيرهم من الأمم ولذلك ومع كل ذلك التحريف الذي حرفوه والذي بدلوه أبقوا على قدر من الشرائع فإذا اقتنع الناس بهذه الشرائع وقد كان أصلها من عند الله تبارك وتعالى ومن ثم فلابد أن تجد فيها بهاء ولابد أن تجد فيها نورا وربما اقتنع بها بعض مخالط ومجاور اليهود فعملوا كمثلهم فيما يتعلق بأمر الأطعمة والأشربة والطهارة وغيرها مما أنزله الله عز وجل على موسى وعلى غيره من الأنبياء وقد أعاد تنزيله على محمد صلى الله عليه وسلم بأوفى ما يكون فكان اليهود يضطرون إلى الغلو وإلى أن يضيقوا على أنفسهم حتى يزداد تمييزا فهم لا يريدون خيرا للناس معهم خير لا يريدون أن يبذلوا لأحد فكان منهم أنواعا من التساهل في أمر التوحيد والعقيدة وأنواع من التشدد في أمر الشريعة لا سيم فيما يظهر وفيما يبدو أمام الناس تساهلوا بأمر الحدود لأنهم لم يكن بينهم كبير معاملة بينهم وبين غيرهم من الأمم فكانت الحدود غالبا إنما تكون فيما بينهم فإذا كان كذلك كانوا يتساهلون بها ولكنهم تشددوا في أنواع من أنواع التي تظهر أمام الناس في أبواب الأطعمة أو الأشربة أو غيرها ليبقى لليهود تميزهم الدائم على مضار التاريخ هذا هو الذي يهمهم لا يهمهم أن يقوموا بدين الله تبارك وتعالى ولا يهمهم أن يحملوا الرسالة التي حملهم الله عز وجل إياها كل هذا لا يهم عند هؤلاء القوم يرسل الله عز وجل لهم الرسولة والآخر فما يكون منهم إلا الإعراض وإلا التكذيب حتى بعث إليهم عيسى عليه السلام وكانت من أهم أغراض بعثته عليه السلام أن يرد عليهم هذا الباطل الذي أحدثوه من جهة التساهل في أمر العقيدة ومن جهة ما أحدثوه من أنواع المواءمة مع الوثنيين ومن جهة ما تشددوا فيه في أمر الشريعة فكان يبين لهم أنهم لا يجوز لهم أن يشددوا من عند أنفسهم ثم يبين لهم أنهم بذلك قد نزعت منهم الخيرية التي قد جعلها الله عز وجل فيهم إلى ذلك الزمان فإن الرسالة والنبوة سوف تنزع منهم إلى أمة أخرى وهذا قد ورد في بشارات الأنبياء السابقين على عيسى عليه السلام إلا أنها كانت في بشارته عليه السلام أوضح ما يكون من أنه بشر بقرب زمان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أهل الكتاب مع فيها من تحريف ومع ما فيها من تبديل فإنها ما ذالت تشهد أن كل مواعظ عيسى عليه السلام كانت دائرة حول هذا المعنى حينما كانوا يقولون له ما هي أول الوصايا يا معلم قال مكتوب عندكم أي مكتوب في التوراة وفي كتب الأنبياء السابقين فارجعوا إليها أول الوصايا أنت إلهنا إله واحد إلهنا إله واحد لا إله إلا هو أول الوصايا أن تعمد الرب إلهك من كل قلبك وأن تحبه من كل قلبك هذه هي أول الوصايا التي عهد إليهم بها ولما وجدوا على ما يرونهم لما وجد اليهود منه تساهلا فيما أحدثوه وفيما زادوه من أنواع التعنت في الشرائع حتى يبدو كأمة متميزة من ترك العمل يوم السبت ولو كان عملا خيرا ضروريا ومما زادوه في أنواع الشعائر التي يرون أنهم تميزوا بها كما أنكروا عليه السلام كما يروي هؤلاء القوم من أنه لا يأمر أتباعه بغسل اليد قبل الطعام قال لهم أهذا من وصية موثى أم مما أحدثه شيوخكم قال بل مما أوصى به الشيوخ فعابهم وذمهم أن تركوا قول الأنبياء إلى ما أوصى به هؤلاء الأحبار ثم إنه لما اقتربت فترة وجوده على الأرض من الانتهاء وقف فيهم مبكتا من أنهم أخذوا الفرصة تلوى الأخرى فشبههم بأنهم كقوم يعملون في بستان لصاحب زرع كلما أرسل لهم واحدا زجروه وربما قتلوه وقال لهم فالآن أقول لكم أن ملكة الله سوف ينزع منكم ويعطى لشعب آخر يقوم بثمره وأن هذا الشعب إذا وقع على أحد فإنه سيفنيه وإذا وقع عليه أحد فإنه سيفنى وهذا مما لا يعلم أن أمة جاهدت بعد بعثة عيسى عليه السلام حتى أفنت أعداءها وحتى ظهرت على أعدائها في المشارق والمغارب وحتى اضطر الأعداء إلى أن يقولوا كذبا وزورا قد نشر هؤلاء دينهم بحد السيفي نقول هذه بشارة في كتوبكم تقول أن هذه الأمة يوم تخرج سوف تفني أعداءها وأنه لن يصمد أحد أمامها وليس هذا نشر للدين بحد السيفي وإنما نشر للدين بسلطان العقل والحجة والبيان وبيان ما في الأديان الأخرى من أنواع الاضطراب والتناقض وما فيها من عبادة غير الله وما فيها من يد التحريف والصنعة البشرية التي وضعها هؤلاء الأحبار والرهبان فمن ثم ارتفع دين الله تبارك وتعالى وظهر وكان لابد من إزالة سلطان الكفر الذي فرض الكفر على الأرض مرات ثم مرات فإنما يجيء السيف لإزالة ذلك السلطان وأما أحد الناس فيقال لهم لا إكراها في الدين قد تبين الرجد من الغي وإلا لو كانت أمة الإسلام تريد أن لا يبقى على وجه الأرض كافر يوم أن دانت لها المشارق والمغارب لما أعجزها ذلك ولكن هذا ليس من دين الإسلام وإنما الجهاد في الإسلام يوجه لإزالة هذه الأنظمة التي تعمل على نشر الكفر وعلى فرضه على الناس بالقوة ولتبقى كلمة الله ظاهرة ثم يترك أحد الناس في ظل حكم الإسلام يقال لأحدهم لا إكراها في الدين قد تبين الرجد من الغي وهكذا كان هؤلاء اليهود على ما كانوا من أنواع العبودية للأحبار الذين أعطوهم حق تبديل دين الله تبارك وتعالى فجاءهم عيسى عليه السلام يرد عليهم ذلك فهموا بقتله فرفعه الله إليه ولكن بقي له أتباع ظل معظم اليهود على كفرهم به وبقي له أتباع ومنذ ذلك الحين ظهر ذلك كدين جديد مع أنه كان إحدى مراحل ديانة بني إسرائيل التي كانت هي ديانة التوحيد وكان يأتي الأنبياء فيها بالتوحيد وكان الأتباع ينحرفون فيأتيهم نبي يصحح لهم ثم ينحرفون فيأتيهم نبي يصحح لهم إلى أن كانت رسالة عيسى عليه السلام فانقسموا فرقتين عظيمتين اليهود الذين كفروا به واحتفظوا بوصف اليهود وصار هذا على من عليهم كجنس وكدين محرف مبدل كانوا على كفر فازدادوا كفرا بهمهم بقتل عيسى عليه السلام وبكفرهم به ثم حمل أتباع عيسى عليه السلام الرسالة وبقي منهم على التوحيد من بقي ومنهم من انحرف هو الآخر واستبدل أحبار اليهود بالرهبان الذين عادوا فحرفوا أيضا رسالة عيسى عليه السلام وعادوا فجاملوا الرومان ولكنها مجاملة أشد فجاجة من مجاملة الأحبار للرهبان للرومان فإن كان الأحبار وصفوا الله عز وجل بأوصاف في واقع الأمر هي الأوصاف التي يصف بها الرومان وآلهتهم الوثنية فإن هؤلاء قد استعاروا ذلك التثليث الوسني الروماني اليوناني المصري الهندي الذي كان شائعا في كل الديانات الوثنية القديمة حينما يجعلون أدياننا الليهة كثيرة وينتخبون منها أسرة إلهية بارزة مكونة من ثلاثة أقانيم فانتزع هؤلاء ذلك كله ونسبوه إلى دين الله تبارك وتعالى وباقيت منهم طائفة الموحدة جاهدت قرابة ثلاثة قرون حاولت أن تحفظ ذلك التوحيد وحاولت أن تبقى على ذلك التوحيد حتى تدخل الإمبراطور الروماني بنفسه ورأى في أن هذا الدين المحرف المهجن بالوثنية الرومانية دين مثالي يصلح أن يكون دينا يفرضه على الإمبراطورية الوثنية الإمبراطورية الرومانية كلها فاعتنق ذلك الدين ومنذ ذلك اليوم وهذا الدين هو دين أوروبا الرسمي عادت لتفرده على سكان المنطقة العربية وعلى غيرها بمفهومها هي وبوثنيتها هي وقبل أن تجيب على كل الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عليها استغرق ذلك منهم قرون أخرى يبحثون فيه عن كيف سيوفقون بين هذه العقيدة الوثنية الرومانية التي نسبوها إلى أنبياء الله تبارك وتعالى وبين دين الله عز وجل فما استقر لهم دين وإلى يومنا هذا ما ذلت هناك موضوعات معلقة خاضعة للأخذ والرد والحوار والبحث يريدنا أن يبحثوا فيها كيف يوفقون بينما يقولون على الله تبارك وتعالى وبينما تقول الكتب السابقة عن الله عز وجل حيث أنهم اضطروا إلى إعلان إيمانهم بها وغني عن الذكر أنهم إذ ذفروا بذلك الدين الذي كانوا حريصين عليه كل الحرص أنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت لتهدم لهم ذلك الصرح الشركي المهجن الذي بنوه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ولكن وما ذال بفضل الله عز وجل منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل من عقلاء القوم وممن يتدبر ويتأمل ويتفكر في أمر دين الله تبارك وتعالى إن اكتفى بالقرآن فنعم به الشاف والكاف فيما يعرض من حجج وفيما يبين من آيات وفيما فيه من إعجاز في أسلوبه وبيانه وفي قصصه وأخباره وفيما يخبر عن المستقبل وفيما يعرض بعقيدة التوحيد السهلة التي لا يصعب على ذي العقل السليم أن يستوعبها وإذا قرن ذلك بما عند القوم الذين يصرحون بأنك إذا أردت أن تفهم هذه العقيدة فإنه لا يمكن أن يفهمها حكيم ولا عاقل وأنك إذا أردت أن تفهمها فلتتحل بعقول الأطفال فإذا كان كذلك فسوف تفهمها فإذا جاء القوم ووازنوا علموا الحق من الباطل لم يكن عزين بن حاتم رضي الله عنه وآخر هؤلاء الذين انضموا إلى قافلة النور والتوحيد ولكن القافلة طويلة بفضل الله تبارك وتعالى تزداد كل يوم ويدخل فيها من هم أمثال عدين بن حاتم رضي الله عنه قوم مشهود لهم قبل أن يدخلوا في الإسلام بعقلهم وحكمتهم وكريم خصالهم وقد يحاول البعض أن يسطر ذلك فيذهب إلى الجوعة وإلى العراه وإلى المحتاجين فيحاول أن يغريهم أن يتركوا دين الحق إلى دين الباطل ليقول كما أن هناك من ينتقلون من هذه الأديان إلى الإسلام فهناك من ينتقلون من الإسلام إلى غيره ونحن نطالبهم بأن يعرضوا قائمة هؤلاء وقائمة هؤلاء ويوازن بين أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء ليكتشفوا أن الداخلين في دين الله تبارك وتعالى قوم يشهد لهم بكل كمال في عقولهم وكل كمال في خصالهم بالإضافة إلى أنهم غالبا ممن لا يكونون محتاجين إلى شيء من أمور الدنيا بل منهم من يضحي بدنيا طويلة عريضة لكي يدخل في دين الله تبارك وتعالى ونطالبهم أيضا بأن يعلنوا قائمة المفكرين والفلاسفة والأدباء الذين ضنوا بدنياهم فلم ينخلعوا من دينهم الباطل مع أنهم اضطروا إلى الاعتراف يقولون يا ليت لنا دينا كدين المسلمين هذا بنابرت أعظم قوادهم العسكريين في التاريخ يقول لو قدر لي أن أحكم العالم أجمع فلن أجد أن ذاك شريعة تصلح لأن تحكمه جميعا إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بن راند شو أحد أعظم أدبائهم بعده يقول ترى ما الذي دفع نابليون إلى أن يقول مثل هذه الكلمة أليس لأن أحبارنا ورهباننا اكتفوا بأن يحكوا لنا قصة أسطورية عن أنبيائنا الكذب فيها أكثر بكثير من الصدق وضيعوا ما قد أمر به الأنبياء من كيف نسير حياتنا وكيف نضير شؤوننا أيا ليتهم اعتنوا كما اعتنى المسلمون بالتشريعات التي أمرهم بها نبيهم وهكذا القائمة طويلة ممن دخل بالفعل وممن كاد أن يدخل لو لأنه ضمن بدنياه وكذا حتى أن واحدا منهم لما أراد أن يصنف في أعظم مئة شخصية في التاريخ قال العظماء مئة أعظمهم محمد بن عبد الله نبي العرب وإن تعجب فاعجب في أنه وضع عيسى عليه السلام في المرتبة الخامسة متأخرا بذلك عن نيوت وغيره من علماء الدنيا وهذا لأنهم قوم لا خلاق لهم ونحن لا نرضى ولا ننتظر من هؤلاء شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نرضى منهم بهذا التجريح في شأن الأنبياء فالعظماء البشر هم الأنبياء لا يمكن أن يتقدم عليهم أحد ثم يأتي بعضهم الصدقين والشهداء ولكن للقوم معايير أخرى معايير دنيوية ولكن حتى هذه المعايير رأوا بها أن التشريع الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم يجبرهم أن يعترفوا بذلك هؤلاء عظموا الأحبار فتركوهم يكتبون بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهؤلاء عظموا الرهبان فتركوهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله تبارك وتعالى يخبرهم أين الصواب وأين الخطأ فيما أحدثه هؤلاء وفيما بدلوا فبين فضل إخوانه الأنبياء قبله لم يكن عدوا للأنبياء كما يزعم هؤلاء أو يحاولون أن يزعمون بل ما زلنا نفاخرهم بأنه لا يوجد ثناء على الأنبياء ليس عيسى عليه السلام وحده الذي حرموه من أعظم معجزة له وهي كلامه في المهد الذي بها طبرأ أمه عليها السلام بل جميع الأنبياء لا يوجد ثناء عليهم كثناء القرآن على أنبياء الله السابقين وأما من يزعمون أنهم أتباعهم فينصبون إليهم أنواعا من المخازي يعف اللسان عن ذكرها فإذا قيل لهم في ذلك قالوا الأنبياء بشر يخطئون ويصيبون وهل يبلغ خطأ الأنبياء إلى أن يزني نبي بابنتيه كما ينسبون إلى لوط عليه السلام إذا قلنا أن الأنبياء بشر يخطئون ويصيبون فإذا أخطأوا أخطأوا خطأا يسيرا لكي يدل ذلك على بشريتهم وأما إذا نزلوا إلى ذلك الحضيد فبمن يقتد الناس إذن إذا كان هؤلاء هم القدوة عقيدة المسلمين في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يخطئون إلا أخطاء يسيرة جدا حتى اختلفوا في تلك الأخطاء اليسيرة هل هي من أنواع الذنوب أم أنها ليست ولا حتى من الصغائر بل هي من المكرهات أو نحو ذلك وهذا هو الراجح أو هو كلام جمهور أهل الإسلام وإن كان منهم من يرى أن الأنبياء قد يرتكبوا ما يمكن أن يسمى ذنبا ولكنه يكون حينئذ صغيرة من الصغائر هذه هي قصة تحريف هذه الأديان وقصة ما جاء الإسلام به لكي يردهم إلى الصواب وكان من أعظم ما ردهم به إلى الصواب أن بين فضل هؤلاء الأنبياء وشرفهم وأن كذب هؤلاء القوم فيما كذبوا عليهم من أنواع النقائس والعيوب وفيما كتموا عنهم من أنواع الفضائل التي ربما كتموها لأنهم يرون فيها نوعا من المصلحة ثم في هذا التشريع الكامل الشامل الذي يشهد الجميع أنه لا مثيل له وفي بيان ما حرفه هؤلاء وما أدخله في التشريع الشامل الكامل التشريع الحسن الذي أتى به الأنبياء قبل ذلك ولكنهم زادوا فيه ونقصوا نسأل الله تبارك تعالى أن يران الحق حقا ونزقنا اتباعه ونزقنا الاجتنابة ألا أجعله متفسر عنينا فنضل أقول قولي هذا أستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ذكرنا أن أحبار اليهود حرفوا دين الله تبارك تعالى فأدخلوا فيه نوعا من الوثنية فيما وصف الله عز وجل بالتعب والإعياء والجهل والبكاء إلى غير ذلك من أنواع النقائس والعيوب تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ولكنهم في ذات الوقت تمسكوا ببعض أنواع الشرائع بل ربما غلوا فيها حتى يظل لهم تميزهم بين الأمم ومن هذه الأبواب التي تمسك بها اليهود بل غلوا فيها أنواع الأطعمة فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الأطعمة الخبيثة التي تضر ثم إنهم توسعوا في ذلك حتى حرموا أنواعا من الحيوانات الأخرى فظنوا مع أن النص واضح فيما بين أيديهم من كتب أن الله عز وجل حرم عليهم الحيوانات النجسة كالخنزير وغيره إلا أنهم أضافوا إلى ذلك أنه لكي يكون الحيوان مباحا عندهم فلابد أن يكون ذو ظلف مشقوق إلى اثنين وأن يكون في ذات الوقت يجتر طعامه ومن ثم حرموا رحم الجمال وحرموا رحم الأرانب وحرموا غيره مما أباح الله تبارك وتعالى ثم جاء عيسى عليه السلام وقال مما يقول أتباعه عنه إلى يومنا هذا ما جئت لأنقذ النموس ولكن لأتممه فعلم هذا بواقع شهادة هؤلاء أن عيسى عليه السلام لم يأتي بنقد شيء مما جاء به موسى عليه السلام وإنما جاء بنقد ما أدخله هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وتشددوا في مواطن لا ينبغي أن يتشددوا فيها ومن ذلك أنهم كانوا يتشددون في وجوب غسل الأيد قبل الطعام وكانوا يعتقدون أن إذا لم يتغسل الأيد قبل الطعام يصل الطعام بذلك نجسا فكان مما يروى في كتبهم أيضا أن عيسى عليه السلام سألهم أذلك من وصية موسى عليه السلام أو أنه مما أوصى به الشيوخ أي أمما أحدثه الأحبار فقالوا أنه من وصية الشيوخ فبكتهم على ذلك ثم بكتهم على أنهم مهتموا بالظاهر على حساب الباطن قال لهم أنتم تهتمون بما دخل في أجوافكم مع أنه يخرج إلى الخارج بعد ذلك وتتركون ما في قلوبكم من شرك وحسد وغير ذلك من أنواع النجاسة التي في القلوب وهذا الحديث في غاية الوضوح من أنه ردهم إلى وصية موسى عليه السلام التي ليس فيها تحريم أو جبأ غسل الأيدي قبل الأكل وأنه استنكر عليهم أنهم يهتمون بما دخل في أجوافهم أكثر من اهتمامهم بالنجاسة التي في قلوبهم ولكنه لحاجة في نفسه هذا الرجل الذي كان بدأ في بعد عيسى عليه السلام يعيد كرة أحبار اليهود في مجاملة الرومان ذلك الرجل الذي يسمى بولوس والذي حرف هذه الديانة فأدخل فيها العقائد الرومانية الواثنية وأدخل فيها التشريعات الرومانية أيضا وحيث أن الرومان كانوا آنذاك لا يتورعون عن أكل النجاسات وعلى رأسها الخنزير الذي كان آنذاك يمثل لهم ثروة كبيرة حيث يحول القمامة إلى لحم وهم في أشد الحاجة إلى ذلك لا سيما إذا نظرت إلى خريطة أوروبا لا اكتشفت أنها صغيرة المساحة جدا مع كثرة عدد سكانها في ذلك الوقت فإذا علمت أن الأندلس لم تكن إلا أحراشا وغابات غير مأهولة وأنها لم يعمرها إلا المسلمون فيما بعد وأن المساحة المسكنة من أوروبا في ذلك الوقت كانت أضيق بكثير من المساحة المسكنة من أوروبا الآن علمت أنهم كانوا بالفعل يرون الخنزير حيوانا من أهم الحيوانات عندهم يأخذ قمامتهم التي لا يجدون مكانا لإلقائها فيحولها لهم إلى لحم فقال لهم بولوس مجابلا لهم ومحرفا لدين الله تبارك وتعالى كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء نافع فانظر إلى ما ينفعك ولكن كل شيء حلال فمن مقتضى كلامه صارت الميتة والدم والخنزير والكلاب والحيات والعقارب وكل شيء بلا استثناء حلال وهذه عقيدتهم وشريعتهم إلى يومنا هذا ثم أرادوا أن يزعموا أن عيسى عليه السلام هو الذي جاء بهذا فاقتبسوا ذلك الحوار الذي كان بين عيسى عليه السلام وبين أحبار اليهود في أنه قال لهم أنتم تهتمون بما يدخل في أجوافكم مع أنه يخرج إلى الخارج وتتركون ما في قلوبكم والحوار من أوله إلى آخره واضح في أنه كان يتكلم على جزئية محددة وأنهم ردهم إلى شريعة موسى عليه السلام التي كان فيها تحريم ذلك اللح ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن فيه في جزيرة العرب عدد كبير من الخنازير ومع ذلك اعتنى القرآن بذكر شأن الخنزير وتحريمه ونجاسته مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى ولو كان هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لم اعتنى بشيء لم يكن له وجود في زمانه ولو كان الأمر خاضعا لحسابات كما هو حال المحرفين الذين حرفوا من بعد دين اليهود ودين النصارى لكان الأولى به أن يجامل الرومان وهم أنذاك كثرة وقوة وكانوا يأكلون الخنزير وكانوا يحتاجون إلى من يجاملهم ويداهنهم على حساب اليهود الذين كانوا في ذلك الوقت أشد عداءا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه فيما أوحى حتى صار من أغلظ المحرمات في باب الأطعمة وهو الذي ورد ذكره في القرآن وورد ذكر غيره في السنة أكل لحم الخنزير ثم إن القوم ومع مشارف القرن العشرين بعد الاكتشافات العلمية اكتشفوا ما يسببه لحم الخنزير من أنواع الأمراض الفتاكة وكأن القوم صخت في أيديهم فحينئذ سوف يعترفون أن محرف دينهم ومبدل دينهم كان قد نقلهم من طهارة التي ورثوها عن موسى عليه السلام إلى رجس اخترع هو من عند نفسه وإن كان نسبه إلى عيسى عليه السلام ولكنهم غالوا وعاندوا وقالوا لا بأس ما يكون فيه من أمراض يقتلها الطهي الجيد ولك أن تتصور إذا اقتنع الناس أن في لحم الخنزير عشرات الأنواع من البكتيريا والفيروسات والطفيليات بل مئات الأنواع من ذلك ويقال له لك لا شيء عليك بالغ في طهيها فتقتل في قلب اللحم ثم كلها مع اللحم وهذا مما يبعث بذاته على أنواع من البعد الفاحش عن هذا الأمر المقزز غاية القزازة فيما يكون مع أنهم يقولون وما الشأن فيه الحيوانات الأخرى الطاهرة التي يصيبها نفس الأمراض نقول لا الحيوانات الأخرى الطاهرة قد يصيبها نوعا أو نوعين وقد يصيبها وهذا في النادر ولكنها في أصلها طاهرة وفي علفها طاهرة وأما الخنزير فجسمه في الأصل فيه هذه النجاسات وهو لا يتغذى إلا على النجاسة حتى لو علف طاهرا فإنه يقضي حاجته فوق العلف الطاهر ثم يأكل هذا الطعام المختلط ببوله وبورازه هذه طبيعة ذلك الحيوان القذر المنتن وأما الحيوانات الطاهرة فإنها لا يصيبها ذلك إلا نادرة وإذا أصابها حرمت أنا ذاك لأن في دين الله تبارك وتعالى القاعدة الكلية التي تقول لا ضرر ولا ضرار بل إن إذا رأينا بأعيننا حيوانا طاهرا يأكل نجاسة يقول كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها وعن ركوبها حتى لا يختلط الإنسان بعرقها والجلالة هي الدب الطاهرة من بقر أو غنم أو أوز أو غير ذلك تتغذى على النجاسات فيحرم حينئذ أكلها وشرب لبنها وركوبها حتى تحبس وتعلف طاهرة فإذا كان الحيوان طاهر الأصلي ثم تغذى على نجاسة حرم ذلك في دين الله تبارك وتعالى الحاصر أن القوم ظنوا أنهم عندما ينصحون بالطهي الجائر الشديد ويقتلون تلك الأمراض المجتمعة ويأكلها الإنسان مقتولة لا بأس فإنه لن يصيبه ضرر ثم إنهم اكتشفوا بعد ذلك أن القضية ليست فقط في ذلك اللحم الذي ربما يكونون قد وجدوا وسيلة لتفادي ما فيه من ضرر ولكن المشكلة الأخطر في الخنزير وهو حي فإن ذلك الخنزير يأخذ الفيروسات الحيوانية والفيروسات البشرية فيعيد تهجينها لكي تعود فيروسات بشرية فتاكة لا يتعرف جهاز المناعة في الجسم عليها فتقتله والعياذ بالله وهذه إنفلوانزة الخنازير التي لا علاقة لا تشتبه مطلقا بإنفلوانزة الطيور فإن الإنسان يتحمل الإنفلوانزة البشرية وإنفلوانزة الحيوانات بما في ذلك إنفلوانزة الخنازير النقية وإنفلوانزة الطيور يتحمل كل ذلك بدرجة كافية ولا يكاد يموت منها إلا الإنسان الضعيف جدا ويكون أشدها عليه هي الإنفلوانزة البشرية فإنفلوانزة الحيوانات وإنفلوانزة الطيور النقية ليست فيها ضرر ضررها أقل من الإنفلوانزة البشرية وأما الوباء الفتاك الذي ينتشر بسرعة البرق والذي قتل ملايين قبل ذلك في العالم كان أكثرها في عام 1918 الذي يختلفون في تقدير عدد الوفيات منه هل كان خمسين مليون شخص في العالم أو مائة مليون وهم يتوقعون لو لم يسيطر على هذا المرض في هذه الأثناء ومع كثرة سكان العالم الآن عما كانوا عليه في عام 1918 أن يكون عدد القتلى لو انتشر ذلك الوباء الآن مليار شخص ألف مليون شخص حول العالم وذلك لأن هذا الكائن خلقه الله عز وجل فتنة وابتلاء من يستقيم على شرع الله لا يصيبه ذلك الضرر فإذا لم يستمع إلى الوحي المنزل من السماء فأصر عليه ويقول هو فائدة يأخذ القمامة ويعطينا باللحم أصابته الأمراض فإن اكتشف الأمراض ثم عاند وقال سوف أطق الأمراض بدلا من أن يحسم الأمراض من بابه ويقول الوقاية خير من العلاج وأصر على وجوده يكتشف أن الأمر ليس في أكل لحمه بل في مجرد وجوده وهو يهجن هذه الفيروسات ثم تصيب البشر فتقتل منهم من تقتل ثم يكتسب البشر مناعة ضد تلك الفيروسات المهجنة فيعود الخنزير فيهجن نوعا جديدا يستغرق الأمر كما يقولون حوالي ثلاثين عاما لكي ينتج لنا نوعا جديدا فتاكا هذا أخذوه من هذا من تكرر ضرب هذا المرض والوباء للعالم كله فقد اكتشف أول مرة ولا شك أنه كان قبل ذلك ولكن العلم لم يكن يستطيع أن يحدد السبب اكتشف أول مرة في سنة 1998 ثم بعد ذلك في 1918 ثم بعد ذلك في 1956 ثم بعد ذلك في 1968 ثم بعد ذلك في هذه الأثناء التي يحاولون تحجيمه بعد أربعين سنة من آخر مرة ضرب فيها الكرة الأرضية وهم يتوقعون أن يدخل في مرحلة كومون مؤقت ثم يعاود الانتشار القاتل الفتاك على أول فصل الشتاء كل هذا بقدر الله عز وجل وتقديره وكل ذلك إن أصاب أحدا من المؤمنين فهي مصيبة يكفر له بها خطايا عند الله تبارك وتعالى ولكن السبب كان تحريف دين الله تبارك وتعالى ولكن السبب كان الإصرار على الأديان المحرفة المبدلة التي فيها الكذب على الله عز وجل والكذب على أنبياء الله تبارك وتعالى ولو أن الناس اتبعوا دين الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فلو أنهم آمنوا بدين الله الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا للأنبياء قبله ورادا على المكذبين والمبدلين ما كذبوه وما حرفوه وما بدلوه من أديان الأنبياء السابقين ناصر الله تبارك تعالى أن يرانا حقا حقا رزقنا اتباع وأن يرانا الباطل باطل رزقنا اجتنابا وأن لا يجعله متفسا علينا فنضل الله منصر الإسلام وعز المسلمين عدم اليهود والصريبيين أعداء كعداء الدين لما اقترهم بذذا وأحصيهم عددا ولا تراضي منهم أحدا صلى لهم على محمد وعلى أليه وصحبه أجمال